أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الصهيوني منعت دخول المساعدات عبر معبر رفح البري وحسب ما أفاد به بيان للجمعية مساء الجمعة فقد أبلغت سلطات الاحتلال الجمعية والمنظمات والجهات العاملة في معبر رفح البري كافة منع دخول شاحنات المساعدات من الجانب المصري إلى قطاع غزة بدءا من الجمعة وإلى إشعار آخر وأنه يتوجب تفريغ المعبر من الشاحنات الموجودة في الجانب الفلسطيني في أقرب وقت ممكن الهلال الأحمر الفلسطيني أكد أن هذا القرار سيزيد من معاناة الفلسطينيين ويزيد من حجم التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والإغاثية في تخفيف معاناة المواطنين والنازحين جراء العدوان المستمر على القطاع ترجمة نانسي قنقر